اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء المرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين قالوا إنهم دراويش تاهوا ويبحثون عن الطريق ونسوا أن الملك كله لله وأنها مملكة الدراويش أما الدراويش فقد كان لهم الكثير من التعريفات بين أهل العلم وبين أهل اللغة وبين أهل الله لكن المصريين اصطلحوا على أن الدراويش هو من يبحث عن الطريق إلى الله وهو من يتقرب إلى الله بالعلم أو السعي أو العزلة أو العمل أو غير ذلك من أمور كذلك كان للتصوف في قلب المصريين وفي قلب المسلمين الكثير والكثير من المقامات المبنية على العلم والمؤصلة للكثير من الأمور الروحانية أما عن التصوف كان علماً قائماً بذاته له قواعد وله أصول وله شيوخ وله منهج هو القرآن وهو السنة النبوية المطهرة هذا هو أول الطريق وهذا هو أصل الطريق أذكركم بالرسالة القشيرية والتي تحدث فيها الإمام أبو القاسم القشيري عام 437 من الهجرة تحدث عن كثير من أهل التصوف وعن كثير من أهل الله وهو يصف مسالكهم ودروبهم وأخلاقهم وأفعالهم وكيف كانوا يتقربون إلى الله من هذا وذاك إلى رحلة معكم نبدأ فيها مملكة الدراويش طريق إلى الله